رجعنا معكم مسامياتي مسامينا مرحبا بكم معنا تبعا أكيد فقرتنا مازالت مستمرة معكم يجع وقت دايما فقرتنا موروطنا الجميل اللي كان حيه ودائما مع وصفات خويفتاح الشاب مشكور فقرة الأعشاب مع العشاب السلام عليكم خويفتاح وعليكم السلام أشخبارك شوية وصافي الحمد لله وكي الحمد لله كن شوف كن إشراقة أمل حاجة وحدة مدام مالك شو قلق خاطرك يكلا بس مالك وكي عرفة بأجيه ولنا في طعب عين كاسل على ميال الزقعة عادشنا هو والله العادي ولنا طعب عين تكتر بحكي اللي بكار وعش تدب المشكلة قالك شوق للدوق ويا راياني ولكننا تحلوين العينين تحلوين الأفاق وتحلوين أحلام وصراحة هاد مرتبة الوصوليها الله يجع شي باركة مخيرة 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 موصلتها التفرقة لإفريقية لعربية هذا الأرباك وفي زناك حاجة وحدة الحاجة القديمة مجددك أقول لنا إيمان في زناك وحد تركيبة وحد لما وحد توليفة ومنتخب متخب مدري ما كنش يلي تخدمت تقادع تهو أنا بقي شابر بقي صغير تهو منتخب متكامل يالله بدأ في أول خطواته نخلي ولو المسيرة دي لبعاك إن شاء الله الحمد لله البارح كان مطش سيت نائي تهو ملعبو ولكن الكورة ما بغتش شو بي كورة؟ ما تخلتش بزد المحاولات مطلوش قالك الكورة لالله بغت تخرج لسانها ليك تخرجه وخا تكون أفضل لعها في العالم وبمناسبة نفتح القوس صغير وش نوعه؟ هو أن التاريخ لا يرحم ولكن كذلك التاريخ لا يشفع بحالة شو حمل فرقات قصات وحنا بقينا وفرقين اللي كتوازنا حيث بورتوغال برازيل ألمانيا بلجيكا إسبانيا هدو فرقك المؤهلة تبقى في مربع ذهبي ولكن تاريخ ديالهم اللي فازوا بكؤوس وكده ما شفعش اليوم أنهم يبقوا لما نبقى التوليفة والصلاحية والاستدامة زائد العبوب واقعية نأمل في الترتيب ده نأمل في؟ نحن حمدو لخلجنا بوجه مشرف جدا جدا باش ندروا بين قوسين وعن مشوا الموضوعنا مش من نحلو شاريا تقول كلا برمج ليس كتر رياضة وكا حنا خليتها كم واطنين أكيد نحن ظنن بلدنا ما غال نهدرو للمنتخب ديال نيجير ولا منتخب ديال القرون ولمنتخب ديال أستراليا غال هدرو على منتخب مغربي ديالنا كل واحد في الأرض سعيدة عندو حقه فيه على هذا التمثيل الرمز الذي يلبسه عندما يجب أن يلبسه في كاسكيت فهذه الشرايات في القلب كل واحد يلبسه هو في القلب في القلب صحيح و الواحد عنده نصيب فيه لقد فرحوا كاملين ولكن شي حزن حزنه كاملين ولكن تخلط ما بين حزنه فرحة بحال لكي كان يشوده بغ تهييرا كاملين تهييرا بحدتان رباح هذه فأكيد ربحنا الحمد لله بوجودك معنات أنت أخذتها ردخلي كنتك الخير أنا ليرا بحمل والمتعة التي نتقسمها مع المتتبعات للبرنامج يأتينا رسائل صار حزوين بزاف تجيئا دائما على الواتف تشكرونا تشكروا طريقتك كذلك في عطاءهم ذلك التفاصيل تفاصيل وقالنا هذا هو الفكرة أن نحاول نحب الموروطي دينا نقربوهم الأبسط حاجة حتى لدخلت الكوزينة ما كتبقاش تعود دور قوسيل وتقلب الله كدأ لا رجع نقلب الله كدت أخذ الوصفة لا لحتي واحد القادية كنديرها كنحاول ما أمكان كندير تكرار وكنت تكرار بالفائدة لماذا؟ منها كنستاذوشي ناس شكون اللي كيسوقو باش يسمع الوصفة واحدة جوج 3-4 كنت تسجل زائد ديك المرأة اللي من دير الروايديو لتليفون وفي الدنيا ودك شيء وكتتسنط لنا منها تدخلت الوصفة والتركيبة غتتساوبها كجيا ساهلة محفوظة مقادة بحليم ديرها البارح كنكروها وبتدريج عاود نخرجه دائما عارفوا الطريقة ديالي وعارفوا التعامل ديالي معهم وكن قولي اليوم بالمناسبة عندي واحد القوصة نفتحه رأينا فاتح اليوم الاستشارة في الهاتف والواتساب والميسانجر وقع المواقع التواصل أنا فاتح اليوم الاستشارة غير كنت منا وكنت منا يعني عشرة الليل واللور يخلوني تين نرتاح بحل واحد الأخت البارح جوجت الليل ومعي طاني مع جوجت الليل قلت لي البشراء جافاء لا إله الله والله عظيم مثل يا ابنتي محشت بصير جافة ممكن شي حاجة أخرى في وجودي جافة ماتيني معي طرف جوش ليرا ما جافة والو بقى صهر أنا مع رأسك يعني وكتبتها في صفحة عندي كتبتها يعني العشرة واللور يخلو لي واحد فترة أنا مع ولداتي ومع الأهل ديالي ومع الحباب ديالي تاناك ينجلوس عندي خديمة ولاك معارفين أما بمبدالي هلا كان جواب هم مكيش اللي سافتي شي شي استشارة ولا شي نصيحة ولا شي معلومة ولا شي حاجة وما جاوبتوش عليها ولا ما جاوبتوش ديك ساعة كنجاوبو الغد يعني ما كنخليش بوريا شي ميساج خاوي نهائيا كنجاوبهم ولكن من الجوش الليل واسمحوا لي يوم السيدة كانت تقدر من الناس وليتني على البشرة جافة ولا بغتيت كوكتين تتبع معنا هدرنا على البشرة جافة هدرنا على سنسيلة وسبوع كامل هدرنا على البشرة بصيفة عامة هدرنا على تشقوك الجزمة مخدرنا على الشهر هدرنا على الترطيبة التغذية تقوية تصبغة إلا تبعتو معنا كتوقفية رغت تاخدوا حد خلاصة رائعة وكننا حاول ما أمكان ركي نقول لكم نعودها نجيب ليهم نحووش دي ساهلين ما يشيل غابرين ساركتش حاجة غابة هنحاول ما أمكان نعطيهم البديل يالها أو لغي يعودها يعودها كذلك طيب أيضا على بركتي الله هذا أسبوع نكملو حديثنا طب هتحال لا أحبش باب وعطينا التفاصيل كتير عطينا حتى البدائي البزاس لما قدرتش على وصفة ممكن ندير تانية ممكن ندير تالت على حسب اللي موجود ومتوفر لك وحنا قد ندير واحد تذكير بسات وكذلك قد نشور وصفتنا الوصفة دياليوم مشاء الله بإذن الله حنا هدرنا من قبل هدرنا دبائد ونقولهم دائما ثلاثة 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 يتخلطوا غير بالماء فقط في حالة ما كان دهون زائدة أو كانت تعفون في البشرة ولا شي حاجة ولا شي حبوب متقريح يقدروا يتخلطوا بالماء أو بالراب البلدي تعمل قوش هدو مثلا يديروا يغورت مصوس يلا بسم الله كان بدو بالحمص والفول والخرطال هذه تركيبة بوحدة كانت تركيبة أخرى تانية كان الروز والتيرمس وكذلك الودعة هدرنا عليهم بتفصيل هدرنا عنهم وراجعة بسرعة هدرنا على الخرق ومقصر البيض والطيل الأبيض هدرنا على اللوبان داكر وإما ما ورد إما ما عادي اللوبان داكر يكون محلول في الماء دافئ والسخون تتحلل يكون يشغل الحليب وكان مسحوبي البشرة ديانا بحالة غنطلعوش بيام البارح ذكرنا اللوبان داكر بغنزيدوا حرم غيزة شنوها أنا بدون عمش على الله بتطين اش منطين الطيل أخضر لعقاتي فش كنظرنا أخضر أنه اختصاصي للبشرة الدهنية نقول لبشرة الدهنية لاش لماشي نجم فارغ ولا أحد قلت أنا ولا أحد مكتوبة كينقيل البشرة كينقصر لاش والمصدر ديرو ما هو والمصدر ديالو هو نباتات بحرية زائد طحالب بحرية زائد يعني عوالق بحرية اللي ترصبت وتسخرت وتحجرت لملايين السنين ومني كنقول لنباتات بحرية إذن فيها نسبة ديال الملوحة نسبة ديال الأملاح المعدينية ونقول للملوحة أملاح المعدينية كنقول لبشرة دهنية الناس اللي عدون بشرة جافة ما كيديروش الأملاح للبشرة ديالهم لأنها كتزيد دائما كنقول لهم من الحارة من كدير الحويجة اللي فيها أنا كدير احتباس ديال السوائد لهذا هذا اختصاصي هذا اللي نعطي مدابة شعلا بإذن الله خاصة بحبش بباش فيها فاتين أخضر وفيها البن وفيها ماء مقطر ومن الأحسن من الأحسن من الأحسن أي وصفة درنية البشرة ديال نريد أن نخلطها بالماء من الأحسن إذا لم تلقواش ماء مقطر لو ديالسي لرا كيتباع ماء مقطر مصوب نادي لم تلقواش يغليو الماء زيان وتغليا حولوا ماء ممكن يغليوش في ألمينيوم يغليو في لينوكس أنا ألمينيوم كيتفاعل الانوكس تكون قليلة درجة الغاليين دي الماء هي 100 درجة لن تفاعل الالمينيوم لذا سيلاحظون الناس لديه الغيالات لديهم مقراج دي الالمينيوم ومقراج دي الانوكس حلوهم وطولهم الداخل نسبة الكالكر التي يجمعها ونسبة الكالكر التي يجمعها الالمينيوم يجمعها لأنها تأكسد بسرعة نسبة كبيرة دي الانوكس كذلك ولكن نسبة قليلة لذا نغليها في مقراج ولا كاسر هنا ونخواف شقر عادي الزاج كونقية بيضار صافية ونخلط تلاجة تبرد هذا نريد نخلطو به دائما العلاجات يحتجون ماء مقطر أو ماء مغلة نعود الوصفة دينا كان طيل أخضر وكان البن وكان ماء مقطر ناخدوه معلقة مطيل أخضر وناخدوه كذلك من البن معلقة تجمعها الكبار باش نحركوه ونخلطوه نخلطوه بماء مقطر أو ماء مغلة ويكون بارد ودائما دائما البصرة ندروا الحويجات اللي يكونوا باردين باش نستفدوه من ثلاثة الحويجات شنا هما؟ كندروا الشد وسد الماسام زائد كنهدقوه كنريحو البصرة خصوصا هاد الوليدات والبنيات اللي في حب شباب أرى البصرة في حالة تهيوج لهذا كنحاولوا ماء مكان ندروا هذه الخلطة وهذه يدرواها ياش يدرواها يوم إيه يوم الله لشكون هما؟ اللي عندهم يعني دوهون يعني إعطيتها وحد تويشي يدروا خرقوم والقرفاق مع القصغير الخرقوم مع القصغير القرفاق يغليوها تقريبا ربعة المانسة ومعينهم ميزانهم يغليوها خليوها تعتبر يدخلوا تلاجة ويصفوه هادا كلمة يكونوا وآخر حاجة يدرواهم نبغوين ينعسوه بغو يدروا فرشة وفابي ورشو بوجههم وماصوي بيديهم بشكل طيف مرحبا بغو يدروا فش طبا يصير وهي الزب كتنى وعنقية ولا قطن ومسحوه به البشرة وينعسو بحالتهم مرحبا مرحبا لماذا قلنا الخرقوم مضاد للتهاب ونقولوا مضاد للتهاب يعالجنا بدأك الالتهابات اللي عندنا وفي نفس الوقت يغينا قلينات هذيك المسام اللي فيها هذي الخالط ديال الزيت وعراق ودهون وفرازات وحتى هذيك اللي ينعبون في البشرة ديالهم كيكون التهابات غير نقالنا من الداخل باش يخلي ديال المسام يبقى عند القوام شو الخطر كي نحو فيه هو أن لك التعفون مثل ديالحبوبة ومعطاها واش أهمية كتبقات مني كتتعفين كي تخل بكتيريا 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 بدور تاعها كتبتتاكل كتتغدى ديالك بكتيريا كائن رأي مني كتتغداش كتاكل كتاكل من الجدار ديال المسام من الجدار ديال الحفيرة اللي فيها جدرك اللي تحتك تكون زغيبة وخمس من الغيالات اللي ما عندهم تصغب في وجههم ولكن ركينوا تصغب لك مجرى غلقاء وزغيبات شعيرات صغيرة وراء عندها ماسام هذيك يبقى تتعفون فيها اليوم على بعده اليوم على بعده ما درناش إجراءات ما درناش نظام غذائي جيد خصوصا نقوله حيضو حليب ومشقة ديالو وحيدو الألبان وأي حاجة الحلاوي وليغلاس لمدة تل شهور في فترة دي العلاج وفترة يعني البشرات تاخد الكونسب ديالها تاخد القوام ديالها مدرنة حاجة صحيح مدرنة حاجة لهذا نعطيهم هذه النصيحة هذي يدروها كلهم وإذا تفهم أحب شباب كامل يدروها مغلة ديال القرفة والخرقهم ده ساهلة مهلة مع القصغيرة مع القصغيرة يغليوا ويخليوها يبرد ويخلوها تلاجة ويصفوها هذي كل ما قد لك طريقة محدة من الجوج يدروها في رشاشة البشرات ديالهم ويماصيوا بيديهم ويخليوها تتسقر مزيان ويمسحوه يدروها في طبيعية طبيعية يصيل ولا كويس ويدروها قطيين ولا شي تفضيل توب ديال القطن يكون رهيف ومخمال يكون دار يعني ما شيح رقاش أصلا البشرات من اللي كيكون في حب الشباب ركتكون على سبة ركتسكعد جبديها صافي وارا ما قالوا لهذا نطوم القادية يدروها قطيين ويمسحوه بهذا المهول رغي يحافظ لهم بزاف بزاف على البشرات بني نقوله كذلك القرفة كنقوله علاج فعال فعال لحب الشباب زائد كنتمتصد دهون بكتصد دهون مارين فاشدرنا على تيرميز ركت ذلك القرفة وغالو كذلك غانية بالفلافونويد هالفلافونويد كذلك عنده وحد خاصية هو أنه كتحمي البشر من الأشعال فوق البنفسجية هذا مدد الفلافونويد زائد أنها كتساعد كما قلناه على الاختراق بني كتشدوا الحمولة دي الخرقوم لمضاد الالتهاب كنحملو وبمناسبة تنخرقهم رافي نسبة دي الفلافونويد تواياق فيه لأنها التركيبة وحياة تكمل وحدة هذي يديروها كامل وبمناسبة يديرو أحتل البنيات ولا العيالات ولا الرجال ولا كبار الصغار الناس يعدهم بشرة حساسة مثلا حساسة ما فيهم نحش يبلو كيف هذي البرد البشرة كتزنق وكتقصح هذي الخريط هذي يديرو دي القرفة والخرقوم عشنو غايزيدو غايزيدو حاجة وحدة مني هذي هذي المغلق دي برد في طلاج ونخرجوه عشن ديرو قدروا يزيدو معاه وكي نقيو السوموم زائد الحويجات اللي فيه دبعا العيالات واللبنية اللي عندهم هالة السوداء ولي عندهم انتفاق في العين أول خاصية كنقول لهم سير دير الخيار قطعي دي غونديل وحطيها كي همد وكي ريح وننساوش أن الخيار كذلك في نسبة كبيرة من موضاتات الأكسادة وفي نسبة كبيرة من موضاتات الاتهاب وكي يعالج كذلك حسن لك عداش انتفاق وحناك عارفو الحبوب هرا هو بحد دي طور عن انتفاق شنوه من كي تكون تعفون والتيهاب والتقرح تذك الماسام واش كي يوقع كتحمره كتكبر كتدير راس وكتخرج كتولي ملمس خاشن وكي ما كان قولو إليه تركناها في هاد الناس عندهم هذه المسألة وطرقناها ما قدرناش الهتمام بهذه المسألة دو قدنا ذك الماسام كتعمر لنا باش بالبكتيريا والبكتيريا كتكون جعانة بغت تغدى وباش كتغدى كتغدى بالبروتين هاد البروتين غيجيها غيجيها خصوصا خصوصا من البشرة كددت تاكل في ذاك المحير وذاك الجيدار دي الماسام وولك يخلي ولك البنيات ولا وليد وليش واحد كبير مثلا 30 ولا 35 سنة وليس بقاتلي محبش باب حفرة ما عمرها ترمم عمرها ما تتخيط علاش لأن الجيدار وذاك البنيان والشكل الهارامي ديالها والشكل الهيكلي ديالها راب ونهارك علاش ذاك البكتيريا كلات منه معطاش ذاك القاوة وفنها غن نخرج حد بيست شوية اللو هي التغذية عبط الله التغذية في هذه الفترة هذه خصوصا خصوصا نكو نقول التغذية كان نركزو على مادة الكولاجين هدرت عليها البارح مادة الكولاجين زائد كاتم تريزيلي ومتل البصرة يبقى شهد ذاك القوام ديال ومتل البصرة يبقى منقضة وخاديك الماسم يقولون وقع فالتهاب وشي حاجة زائد العلاج العناية اللو هي الخارجية من لكيكون النسبة ديال الكولاجين والجسم قوية ومعهودة كيكون القوام ديال البصرة يكون قوي ومتين يخلي البصرة قوية ما يخليش أنها تنهار لكي أعطي مسبب لول والأخير في نهيار للي عدهم تسلوخات للي عدهم تقدم في السين مؤشرة تجاعد كذلك عدهم حب شباب رمني نقول التهاب في البشرق رمني هاتي قطر على المحيط ديال البشرق وعلى الداخل ديال وعلى الخارج ديال خصوصا الناس اللي ما أعطوش أهمية شنوما كمال اللي يضرنا عليهم في حلقة الأولى كي جي حب شباب كي نوضي بشها وعصرها كيتسنا الخرطات نوضي بشها وعصرها وما ننسوش على أن مني كان عصروا شي حبوبة وكتخمزين وكان عودوا نقلوا العصروجي أخرى رأي نحاول بكتيريا منهم هنا الحب شباب كي ديال عدوى للي الحب شباب ما تعادي لا حب شباب من واحد تلعشرة شنو النظافة كي جي رقم واحد شي لكات النظافة وخاتجي ذلك الحبة وما هبشناها ما بغجناها ما خرجنا من ذلك العصرة ديالة موالو يجي لها براد الجسم مقاومة عدف مقاومة مزيانة ومعهودة أشكي وقع هذك الحبوبة كتبرة وكتسد راسها وكتولي كأنها عمرا ما كانت ولكن منك بدون ندخل وقالت في الحلقة الأولى فشترنا على الحب شباب كي نعمل نفسي راه بوركان كي تفجر هذا بوركان في كتفجر كي تفجر خصوصا في البشرات وفي الجهة ديالهم راه يكون على البنيات خصوص اللي عندهم نقولو وزن زائد وشوية تكون المتفس در تكون كدلك في الكتاف في الظهار تاني بالكتاف تكون حب شباب ولكن في كتركز أكثر على البشرات من نقولو بشرات نقولو حساسة مارينة مطاطة فليكسيبل كتجمع عدناء ما بين العينين ما بين الفم ما بين الأنف كنت نفسه وكناكله وكنا نغمزه وكنا نرمشه وكنا نبكيه وكنا نضحكه وكنا نمتسمه كندلو كغيمات كندلو تعبير باش بهذه البشرات هادي يعطن الله تعالى شوف هذه البشرات ديو حد خصائص كتير وكتير 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 زائد رهي اللي كتبقى دائما هي الفصال الأمامية ديو لأي شخص كما كان كبير شانو صغر شانو الفصال الأمامية اللي كتعطي الحضور تعطي الوجود ديو وكتعطي كدري كتير ما كانت بعض مرات وما نحطوش مثلا الناس كدروا مثلا في الخدامي وصراحة بخال بنا ولكن راكي راكي لاحظو تل الوقفة زائد تل حضور ديو البصرة ديو الشخص اللي غي يخدمو لغي يكون موقع وليش حاجة لهذا في فترة هذه نحافظو على البصرة ديو ونتهل فيها وما ننسوش لأن هذه الحبوبة اللي بيشتنا هذا بغ رغات بقال نطول عمرنا لهذا نصيهم العود بسيطة في حالة ما كانت تقروح وكتر من القياس أطباء دي جيد موجودين والناس اللي عندهم وصلوا للمرحلة ديال اللي في حب شباب يعني لا يرجوع فيها يجعل 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 أدوية وغي يعطيهم غواص خصوصا اللي كتكون صعفو لسون غي أو ما أجل البصرة يجعل كذلك محفيزة يعطيهم حواجات ضروري ضروري ولكن نحن نسيب خصوصا البنيات والوليدات اللي حب شباب عندهم عادي يعني ولدي وولدك وولد هذي الناس وولد هذي الناس نعطيهم إجراءات ماش ميوسطوش حنا قاعد المرحلة دي تعفون ودير كده فمساني لهذا نحاول ما أمكان نروح ويجا بسيط مليك نقول مثلا طيل أخضر والبن والماء مقطر هذي الناس سيارة ما ديلتها تركيبة دي النهار ما ديلتها تلزي الدرهم تل أخضر شعر ناخده 30 درهم 45 درهم 40 درهم في تقريبين 50 جرام رغي درب لنها مدة طويلة اللي بن لا دير 5 درهم 6 درهم 10 درهم لدرب لنها مدة طويلة لهذا تركيبة ساهلة مهلة فيها الطين أخضر والبن وكذلك تقريبا معلقة كبيرة أو معلقة ونص ديل الماء أو اللي بغا إلي عندهم يعني دهون كسر من القياس هذه الساعة أرى ما قالوا غايدروا نصف ماء ونص ونص ديل اللبن ويخلطوا ويخليوا دائما نقولوا الواصلية اللي نعطيهم أي زر كيبادر بغاين نديروها دائما نصوبوه نحطوه نخليه وهذا تتفاعل على خاطرها اللي نطبقوها بمناسبة أي وصفة بغاين نديروها مشي على السلام وعليكم نهزو نديرها لوجه لا كان نهزو واحد قريصة منها وكان جي تحت ودني وكان ندير واحد خطاية تحت ودني في الكاميرا يشوفوني واحد خطاية تحت ودني ونخليها عشرة دقيقة ونشوف فرض الفعل ديالها وقعت يحسو حمير ركلتني حرقتني نحبس نساشر مع الخابير أو مع الطبيب ديالي أو اللي عود يرسل لنا أو نسحنا ولا شي حاجة نعطيه بيدا إيل دارتها مكان لتهيوج لحساسية لتحاجة ديك ساعة مرحبا يتوكلوا الله ويدروا هذي يدرواها نهار إيه ونهار لا ونهار اللي ما غير يدروا شفيه هالتركيبة يدروا غير مغلة إن شاء الله بإذن الله ديال القرفة وديال خرقهم ولي عندهم مثلا بصرة متحسسة أكثر من القياس يجدوا عاصر ديال الخيز مثلا مع هاتتركيبة يجدوا عاصر ديال الخيار عاصر ديال الخص أو يجمعوا كل شي هذي خارط كامل يجبوا مثلا مغلة ديال القرفة والخرقهم ويدخلوا تلاجة يبرد ويصفوا ويجيبوا يدروا فطحانة ويزيدوا شوية ديال الخص شوية ديال خيز وشوية ديال الخيار ويطحنوا كل شي ويصفينه أليا سبح الله البصرة بعد الناس ويضرتها تجدها west 1965 من أيام عجلة؟ لا المزيدحة ي Gadra例 يو لدعم داره وكانت قاله وسيف agent نهار لا للتركيب أروب وโت jeg ومن اليه كانerne ليس لهم شيء يم دروس بهذه الظلجة مسحabت وجدهم مزيد جد تلالتهاب وجد تلأكسها ومحفيصلة دورة دموية وكذلك الهدف الكبير لولولو للاخر وأنت الكتابد نعت spiritualityات تقسلوها كنسدوها ديك المسام باش نغديوها ونقاوها من الداخل مرحبا شكرا جزيلا لك خيفته عطينا كم كبير صراحة دي المعلومات ودينا صائحة مليمة صالة الوقت وانتك تشوف الوقت بزوينك مرض صورة إن شاء الله في الأسبوع القادم شو محضر لنا إن شاء الله بذي الله نقدر نبدو علاج حب شباب بالخضر وكيف في وسط منها غادون اللي حوشي وصيفتني بالنواشف ناقش نواشف ره كتير وكتير وكتير ونقدروا خليهم ما زال تركيبات النواشف خليوة الحلقة الختامة لحب شباب ونعطيهم تاني تركيب خراغ بسرعة شوية ويسجلوه معنا وخاصة بحب شباب خصوصا لأن التركيبات النواشف كتكون ساهلة ماهلة ما فيها نتبرزت لوله جيب الحبوب طحنهم صفيهم غربلهم وديرهم ياب الماء ياب المن ياب المسوس ياب المن يعني كتجي ساهلة ماهلة إن شاء الله بإذن الله مرحبا إن شاء الله وأيضا على الأجوبة على جميع التساؤلات ديالكم ناس ليحبا نتسول ما شيف جوج دير صباح حيطرين فوق تبرنا سيبغي تكردام شكرا جزيلا خييف تحشاب تحيي كبيرا لكم إن شاء الله بقيت أوقات ممتعة ما بقي مرمج إدعاتكم